بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله انا احبا بكم في الفيديو الجديد وفي السلسلة الجديدة اللي سيكون الغرض منها باش ان تتدربوا على الآغوريتم انا سنستعمل لغة java ولكن الغرض هو ان ان تتدربوا على الآغوريتم بالصيفة عامة فممكن ان تستعملوا في اي لغة اخرى و ستكون حتسادية تمامين بسراعين ان شاء الله و سنبدأ دربة مجموعة دية تمامين ستستعملوا فيهم فالغرض هو انك تقل السعمل دية اللا بوكل فور نبدأ إكري غام بروغام كي يفش تولي زنتيه ديس اى ترنته اندان هايا و همدى دي راكتهم بلا بوكل فور فاندى فور إنت إيه تقالى ديس لان لغلك برين بلا نعرض الاعداد من عشرة سالتلازين اذا اول قيمة هي عشرة فانبدأ بي من عشرة بوان برقل ايه امفغيور تخونتين ولا امفغيور و يقالة تخونتين ايه اصغر من او يساوي تلاتين او ايه اصغر قطعا من و حلو تلاتين بوان برقل ايه بلس بلس و ندخل الداخل اصلابوكل فور و هنستعمل الالسystem .out .println ولكن ما اسمش println اسمه الغير print هنا لاني مبتوش ينقض اصطر النهار الان فالانيانه println يوجد أفشي وتشوي النطر باني مبتوش تنقض اصطر ف masculine افشي هناه المستبله i ، ووافغي اخرى اندي واحد الاسباس ctrl s جاء احيانه قد او ايضاك تحشول الوصول دي اقضيت لل Len هذا الهندس الذي سوف نضغط في الابوكل به سوف يبدأ من عشرة إي انفريورة تخونتية الكنديسيون التي سوف نخرج من الابوكل محد إي سغل من 31 سوف يبقى في الابوكل إي او 31 أو كبير من 31 سوف نخرج من الابوكل وش بريتو يدير؟ بريتو يبقى يزيد لي في إي واحد إي في عشرة ما التانية ولي في حداش ما التانية ولي في اتناش وهكذا سوف يصل الى 30 لما تصل الى 31 سوف يبقى في الابوكل أخذ من الابوكل وفي انفري اي شيء يسمى system point out point print يعني لان print لان تدرق انفريورة وفي الابوكل لامر في التالي ووضع الابوكل يقوم الابوكل اخذ افشي 10 هذا اي هنا اي لان اي في اشرت مبدئين سوف تأدي قد الابوكل اي عد تانكريمون يقول الابوكل تكون اي 11 في دخل افشي 11 اسباس 12 13 و هكذا فاش غاي وصل الى 30 غاي افشية 30 اسباس غايجي انكلمونتل اي غايولي فيه 31 غايجي تستي واش 31 صغر من 31 الا اذا الكنديسة ما بقيتش خدامه فما غاي دخولش لوسط البلوك ديال الفور وغاي خرجي يسليلي البروغرام ديالي خدموا البروغرام نحضو التحت 10 11 12 جسك 30 وخرج من اللابوك وغالي يبدو سكسسفل انا كانت من التمينيكم واضح ونشوفكم ان شاء الله في التميني الجاي والسلام عليكم ورحمة الله